أهلا بكم في سنة فلاحية صعبة المغرب يواجه شحا في التساقطات المطرية والأول من نوعه منذ 42 سنة وهذا الشح سيؤثر طبعا وبشكل مباشر على مليون وثلاثمائة هكتار من المزروعات وللتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية برنامج استثنائي بثلاثة تدابير واضحة ومباشرة سعيد أجنة موسم فلاحي يطبع النقص الكبير في التساقطات المطرية حيث بلغ المعادل الوطني للتساقطات 75 مم مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي ما دفع جلالة الملك محمد السادس للتأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي هذا البرنامج الفلاحي خصصت له ميزانية 10 مليارات درهم 7 مليارات ستوفرها الحكومة على أن يوفر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 3 مليارات درهم البرنامج يرتكز على ثلاثة محاول رئيسية ويتعلق الأمر بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه فيما يستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي بينما يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطني بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لإعادة هيكلة مديونية الفلاحين خاصة الصغار منهم فيما خصصت مليار درهم للتأمين على الموسم الفلاحي بينما ستوجه 3 مليارات درهم لدعم الأنشطة الفلاحية المتضررة كتربية المواشي عبر توفير الأعلاف بأثمنة مناسبة